بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيؤدي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأطحى المبارك يوم غد الأربعاء في جامع السيد طارق بن تيمور بولاية السيب جاء ذلك في بيان صادر عن دوان البلاط السلطانية اليوم فيما يتنصه مصط أجواء إيمانية وأيام مباركة تلهج فيها ألسنة الحجيج وقلوبهم بالتلبية والدعاء غايتهم رضا الرحمن والفوز بالجنان وتوق المسلمين في شتى بقاع الأرض لمقدم عيد النحر الأكبر بعميم خيراته وبركاته سيؤدي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة عيد الأطحى المبارك صبيحة يوم غد الأربعاء العاشر منذ الحجة لعام 1444 للهجرة الموافق الثامن والعشرين من يونيو لعام 2023 للميلاد بجامع السيد طارق بن تيمور بولاية السيب وسيؤدي الصلاة بمعية جلالته يده الله عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى وشيوخ وعيان ولاية السيب وجمع من المواطنين ويقتنم ديوان البلاط السلطاني حلول هذه المناسبة المباركة ليرفع أسماء وأعطر آيات التهاني وأجل عبارات التبريك والأمان إلى مقام جلالته السامي مقرونة بالدعاء الخالص لله تعالى أن يسبغ على جلالة السلطان المعظم من وافر آلائه ونعمائه ويبسط عليه من واسع وكريم فضله ويديمه ذخرا وفخرا وسندا وعزا لهذا الوطن الغالي وشعبه الماجد وأن يعيد على جلالته هذه المناسبة وأمثالها رافلا بأثواب الصحة والسعادة والعمر المديد مواصل المسيرة الرقي والرخاء لشعبه وأمته وأن يعيدها على الشعب العماني مضللين ببركات هذه الأيام منعمين بظل قيادة جلالته الحكيمة على الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها ما تصب إليه من عزة ومنعة وسؤدد وكل عام والجميع بخير وسؤدد اشتركوا في القناة